مرحيم مع درس جديد من دروس الفيزياء نتناول فيه فقرة من فقرات الميكاني ألا وهي سقوط الأجسام شت ديكور لعلك لاحظت أن أي جسم ساقط كسقوط هذه الكورية إذا سألتك وقلت لك ما الذي جعل هذه الكورية تسقط تقول بكل بساطة أن هذه الكورية خاضعة لقوة جذب الأرض لها نمثل هذه القوة ونقول أن هذه القوة هي القوة P فكل جسم ساقط يخضع لثقله P هذه القوة من خصائصها أن نحاملها الشقول وجهتها موجهة من الأعلى نحو الأسفل ونقطة تأثيرها هي مركز عطالة الجسم وتعطى بالعبارة P شعاع تساوي M كتلة الجسم في G إذن بعد معرفتك أن كل جسم ساقط يخضع لثقله راقب معي الآن سقوط جسم آخر ألا وهو سقوط هذه الورقة في نفس ظروف سقوط الكورية الأولى راقب هذه الحركة لاحظت هذه التموجات لحركة الورقة إذا أخذت نفس الورقة وطويتها عدة طيات ثم تركتها تسقط في نفس الظروف السابقة راقب حركتها لاحظت أن التموجات قد قلت نعيد التجربة للمرة الثالثة بنفس الورقة نطويها ونجعل شكلها مطوي عدة طيات ونتركها تسقط في نفس الظروف السابقة راقب هذه الحركة لاحظت بوضوح أن حركة الورقة في هذه الحالة أخذت حركة مستقيمة شاقولية تسأل الآن ما الذي جعل نفس الورقة هل تغيرت كتلتها هل أنقصنا قطعة منها هل تغير حجمها أظن أن هذه كلها الاحتمالات مستبعدة لأننا لم ننقسها من قطعة الورقة ولم نغير حجمها ولكن الشكل للورقة قد تغير فمواجهتها للهواء تغير في الحالة الأولى كانت مواجهتها للهواء كبيرة فتقول عندئذ أن كل جسم ساقط لم يظهر بوضوح في حركة الكورية وظهر بوضوح في حركة الورقة فكل جسم ساقط في الهواء أو حتى في السوائل راقب حركة الكورية داخل هذا السائل تجد نفس المقاومة للسائل لهذه الكورية كمقاومة الهواء لحركة الورقة نصل إذن أن كل جسم ساقط في غاس أو في سائل يخضع لقوة احتكاك ونصل إلى هذه النتيجة ونقول أن كل جسم ساقط داخل مائع يخضع لقوة احتكاك تعاكس حركة الجسم وتتعلق بسلعته وفي السرعات الصغيرة يمكن كتابة عبارتها من الشكل F شعاع تساوي ناقص K V شعاع وتتعلق هذه القوة في السوائل خاصة لأنها تظهر بوضوح وفي الغازات عامة لأنها تظهر ولكن تأثيرها قليل إذن في كل الموائع تتعلق هذه القوة B أولا كثافة السائل أو كثافة الغاز ولزوجة السائل ولزوجة الغازات عامة لا نستعملها وكذلك كثافة الجسم الساقط وكذلك أبعاده كلما كانت أبعاده كبيرة كلما ظهرت هذه القوة جليا وضحت الفرق بين حركة الوالقة وحركة الكورية إذن أحصينا أن كل جسم ساقط داخل مائع ولما نقول مائع غاز أو سائل يخضع لثقله B ويخضع لقوة احتكاك F هل هذه قوة فقط التي يخضع لها الجسم الساقط في الموائع أراقب معي إطلاق بالون مملوء بغاز خفيف في الهواء لعلك لاحظت أن البالون عوض أن يسقط نحو الأسفل صعد نحو الأعلى أراقب كذلك نفس الظاهرة مع محاولة غمر كورية خفيفة داخل سائل كيف تندفع الكورية نحو الأعلى هذه القوة ليست ثقل وليست احتكاك بل هي قوة جديدة ندعوها دافعة أرخاميتس فكل جسم مغمور داخل مائع غاز أو سائل يخضع لقوة خصائصها كما يلي هي قوة حاملها الشاقول جهتها من الأسفل نحو الأعلى نقطة تأثيرها مركز المائع المزاح أي إذا أزاحت حجم من الهواء معين فمركز الهواء المزاح هو نقطة تأثير دافعة الخميس وإذا كانت داخل سائل فهي مركز المائع أو السائل المزاح شدتها هي ثقل هذا المائع المزاح ونكتب ونرمز لها بP ونكتب أن P تساوي PF أي ثقل المائع المزاح P بوا F في الويد وتساوي M في الويد في G وتساوي كذلك رو في الويد في V أي حجم الهواء المزاح أو حجم الغاز المزاح أو حجم السائل المزاح في G نكتب أخيرا أن P تساوي رو F في V في G نتيجة كل جسم ساقط في مائع يخضع على الأقل لثلاثة قوى ثقله P ونمثله بالطريقة التالية واحتكاك الجسم مع المائع ونمثله كذلك بالطريقة التالية F ودافعة أرخاميتس التي نرمز لها بP ونمثلها بخصائصها الموضحة في الشكل ولإثراء موضوع دراسة سقوط الأجسام في الموائع نقترح عليك هذا التطبيق راقب لما نترك كريتين صغيرتين متماثلتين كتلة وحجما وكثافة في سائلين مختلفين راقب الاختلاف في حركة الكوريتين في السائل الأول والسائل الثاني بعد هذه المراقبة هل يمكنك أن تفسر سبب الاختلاف في حركة الكوريتين وإذا أجبت على هذا السؤال هل يمكنك أن تجيبني على جملة من المطالب منها بأخذ بأخذ بعيد الاعتبار الكورية الموجودة في الأنبوب الأول الملون بالأصفر المخضر هل يمكنك أن تمثل القوى المؤثرة على الكورية أثناء حركتها اثنين إذا كانت قوى الاحتكاك المطبقة من السائل على الكورية تعتبر عبارة F شعاء تساوي ناقص كافي شعاء هل يمكنك بتطبيق القانون الثاني لنيوتون كتابة المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة السرعة ومفهوم المعادلة التفاضلية هو استمرار لدراسة لهذه المعادلة في التحولات النووية وكذلك في الظواهر الكهربائية السؤال الثالث بين أنه يمكن كتابة المعادلة على الشكل DVY على DT تساوي A ناقص B في في VY حيث A و B ثوابت أعطي العبارة الحرفية لكل من A و B أحسب قيمة A ثم أوجد وحدته سؤال الرابع أوجد العبارة الحرفية للسلعة الحدية للكورية VL VTAS أكتوبة سابقا تقبل حلولا من الشكل VY تساوي VL بتسليمية زائد C إكسبونانسيال موان B فو T وباعتبار الشروط الابتدائية أحسب قيمة C هذا الثابت المعطى في المعادلة وفي السؤال الأخير هل يمكن اعتبار سقوط الكورية خارج الأنبوبين سقوط حرا وإليك بعض المعطيات إذا كانت كتلة الكورية نقدرها ب17 غرام وحجم الكورية يساوي تقريبا 2.1 سنتيمتر مكعب والكتلة الحجمية للسائل الذي ندرس فيه حركة الكورية يعطى برو تساوي 1.2 في 10 قوة 3 كيلوغرام على المتر مكعب وثابت الاحتكاك للكورية مع السائل تعطى بالقيمة ك تساوي 0.18 نيوتون في سيغوند على المتر وللإجابة على هذه الجملة من المطالب وكان المطلب الأول هو تفسير سبب الاختلاف في حركة الكوريتين المتماثلتين داخل السائلين المختلفين لعلك لاحظت أن الكوريتان متماثلتان إذن سبب سبب الاختلاف يرجع أساسا إما لكثافة السائل أو للزوجته للسائل وكان السؤال الأول في الدراسة الديناميكية هو مطلب تمثيل القوى المؤثرة على هذه الكورية داخل السائل ولتمثيل هذه القوى تابع معي هذه الخطوات إذن نمثل الكورية ونختار محور موجه نحو الأسفل مسايرة لحركة الكورية ثم نمثل ب شعاع من مركز سقل أو مركز عطالة الجملة ينطبقان في هذه الحالة نمثل إذن ب ثم قوى الاحتكاك F ونقطة تأثيرها هي سطح التلامس بين الكورية والسائل أثناء حركتها وكذلك دافعة الخامس P وكان السؤال الثاني هو مطلوب كتابة المعادلة التفاضلية لحركة الكورية داخل السائل بتطبيق القانون الثاني لنيوتون بتطبيق القانون الثاني لنيوتون نكتب مجموعة القوى تساوي M A مكتلة في تسارع الكورية وأحصينا ثلاثة قوى نكتبه إذن P P شعاع زيد P شعاع زيد F شعاع تساوي M A شعاع وبالإسقاط على المحور الموجه نحو الأسفل المساير لحركة الكورية نكتب P ناقص P ناقص F تساوي M A Y حيث A X تساوي السفر لا توجد حركة أفقية ونكتب P هي M J و P دافعة الخميس وتساوي رو F في V F في J ناقص K في V Y تساوي M في A Y و يمكن كتابة العبارة السابقة من الشكل التالي M J ناقص رو F في V F J ناقص K V Y تساوي M عوض A Y نكتب DV على D T نتابع الحل نكتب إذن DV على D T تساوي J ناقص رو F في V F في J على M ناقص K على M في V حيث يمكن كتابة هذه العبارة بالشكل التالي DV على D T لما نخرج J عامل المشترك نكتب DV على D T تساوي J في 1 ناقص رو F V F على M ناقص K على M في V Y وبالمطابقة مع المعادلة المعطة سابقا في السؤال الثالث نكتب DV على D T تساوي A ناقص B في V Y بالمطابقة الواضحة نجد أن A تساوي G في 1 ناقص رو F V F على M وب تساوي K على M وكان مطلوب كذلك في السؤال الثالث حساب A وتعيين وحدته A تساوي G في 1 ناقص رو F في V F على M وبتعويض كل قيم حيث رو F تساوي 1.2 في 10 قوة 3 المعطات في نص التمرين مضروف في V F ليساوي 2.1 سنتيمتر مكعب أي 2.1 في 10 ناقص 6 متر مكعب على الكتلة المعطات بالغرام 17 غرام نحولها إلى ناقص 10 كيلوغرام نجد بعد كل التطبيق A تساوي تقريبا 8.5 متر على سيغوند كاري كيف نجد وحدة A وحدة A راقب أن المقدار رو F في V F على M الموجود بين خوسين لما نحلل أبعاده نجد أن رو F هي كيلوغرام على المتر مكعب على M هي كيلوغرام في Volume de fluid V F اللي هي بالمتر مكعب بعد كل اختزال للمتر مكعب على المتر مكعب والكيلوغرام على الكيلوغرام نجد أن هذا المقدار ليست له وحدة إذن وحدة A في العبارة السابقة هي وحدة J إذن هي وحدة متر على سيغوند كاري وكان مطلوبا في السؤال الرابع إيجاد السرعة الحدية للكورية V إذا وصلت الكورية إلى قيمته الحدية وثبتت أي أن مشتقة السرعة عند إذن تساوي الصفر نرجع للعبارة السابقة ونكتب د A إذن يمكن كتابة V تساوي M على K في A وبالتعويض نجد أن V L تساوي M على K في قيمة A إذن بعد كل حساب نجد أن السرعة الحدية لهذه القرية قد تصل تقريبا إلى 0.8 متر على سيغوند وفي السؤال الخامس كان مطلوب منك أن تبين أن المعادلة المعطات من الشكل V تساوي V L زائد C Exponential 1 B V هو حل المعادلة التفاضلية كيف نثبت ذلك يجب أن نعوض هذه المعادلة المعطات كحل في المعادلة التفاضلية السابقة وبالتعويض نجد أن DVY على DT لتساوي G في 1 نقص رو F في VF على M نقص K على M في VY إذا عوضنا VY بVL زائد C Exponential B في T في المعادلة نجد أن مشتقد VL معدومة لأن قيمة ثابتة زائد مشتقد C Exponential B في T وتساوي نقص B في C Exponential موان B في T ونعوذ كذلك VY في الطرف الثاني بعد كل تعويض وبالحذف نجد أن العبارة نقص B في C Exponential موان B T موجودة في طرف المعادلة ونكتب أن VL في تسليمية لتساوي M J على K في 1 نقص رو F في VF على M أي تساوي M على K في A تتحقق هذه المعادلة وكان مطلوبا منك كذلك تعيين قيمة C اعتبارا للشروط الابتدائية باعتبار الشروط الابتدائية أي عند T تساوي الصفر تكون V Y تساوي الصفر وقد لاحظت أنني لما أدخلت الكورية داخل الأمبوب حررتها دون دفع أي سلعتها الابتدائية معدومة إذن الصفر يساوي V L زائل C Exponential موان B في اللحظة T تساوي الصفر Exponential 0 يساوي 1 نكتب 0 يساوي V L زائد C ونجد أن C تساوي ناقص V L وV L وجدناها سابقا 0.8 قيمة أي C تساوي ناقص 0.8 وكان كمطلب أخير في هذا التطبيق هل إذا تركنا الكورية تسقط خارج الأنبوبين هل يمكن اعتبار هذا السقوط سقوط حر شو تليب لقد لاحظت أن الكورية كانت ذات كثافة العالية وهي من الكوريات التي يلعب بها الأطفال ذات كثافة العالية المصنوعة من الرقام إذا تركنا في الهواء لاحظت أن كثافتها عالية وشكلها تقريبا انسيابي معناه أنها تختلق الهواء بسهولة فمقاومة الهواء لهذه الكورية أثناء سقوطها ضعيف وكذلك دافعة الخميت التي شدتها تساوي حجم الهواء المزح تلاحظ أن هذا الحجم صغير فثقله أمام ثقل الكورية مهمل معناه أن هذه الكورية إذا تركناها تسقط في الهواء تكون دافعة الخميت ومقاومة الهواء لها ضعيفتين أمام ثقلها يمكن إذن اعتبار أن السقوط هذه الكورية سقوطا حرا فكل جسم يخضع لثقله فقط نقول عنه أنه يسقط سقوطا حرا وقد كرم أصحاب المركبة الفضائية أبلو خمستاش ومنهم على الأخص الرائد دافيد سكوت في سنة 1971 بعد أربعة قرون من وفاة غاليلي كرموه بإنجازاته التاريخية لما كان يترك أجسام تسقط من برج بيزا كرموه بإجراء هذه التجربة على سطح القمر حيث لا غلاف جوي إذن لا هوا لا غاز إذن مقاومة المائع لسقوط الأجسام غير موجودة وكذلك دافعة الخميس لأنه لا يوجد أي مائع لإزاحته إذن تخضع الأجسام على سطح القمر لثقلها فقط راقبوا هذا العرض في ترك دابيد سكوت لسقوط مطرقة وريشة طائر وقد راقب هذه الحركة وبثت مباشرة ولاحظ الجميع أن المطرقة وريشة الطائر تصلان إلى الأرض في آن واحد وكان هذا أعظم التكريم للعبقرية الفيزيائية العظيمة قال لي أملي أنكم قد استفدتم من هذا العرض لسقوط الأجسام وكذا مفهوم السقوط الحر لبعض الأجسام وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع فقرة من فقرات الفيزياء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر